آلاف العائلات النازحة عن محافظة ديالا تعيش ظروفا إنسانية صعبة في المخيمات والكارفانات في ظل انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود أبسط مقومات العيش مجلس المحافظة حذر من كارثة حقيقية يواجهها النازحون وطالب الحكومة المركزية الإسراع بإعادتهم إلى مناطقهم وإن كانت مدمرة بصفة رئيس لمجلس المحافظة أدعو السيد رئيس الوزراء للتدخل بعادة النازحين فورا سبق وأن مجلس المحافظة صدر قرار لجهات المعنية بضرورة عادة النازحين فورا دون قيد أو شرط عدل مطلوبين للمفروض الجهات القضائية والأمنية تأخذ إجراءات بهم لكن لسب الشديد هذا لم ينفذ ما زال عدنا آلاف النازحين خارج محافظة ديالا بهذه الأجواء الباردة حالة إنسانية يرثى لها خلال ثلاثة عوام دون إيجاد حلول للأسف هناك عمل أو تعمد مقصود بعدم إعادة هذه العوائل لربما لأغراض سياسية لأغراض انتخابية وما إلى ذلك وألقى المجلس باللائمة على السلطة التنفيذية في المحافظة والحكومة المركزية لعدم ردهما على كتب مخاطباته بشأن إعادة جميع النازحين فيما طالبت جهات الأمنية بإصدار توضيح عن أسباب تأخير إعادتهم لمناطقهم رغم استثباب الأمن فيها لا نجد أو لا نتمكن سوى المخاطبات التي نخاطب بها جهات تنفيذية في الحكومة المحلية في ديالا وحكومة المركز وطالبناها عبر عدة مخاطبات وعبر عدة جلسات والكل يعرف بأن مجلس النواب صوت على هذه المناطق بمناطق تعتبر مناطق منكوبة ولكن لحتى هذه اللحظة لم تتوفر لهم الخدمات نحن نطالب قيادة العمليات بتوضيح الأمور على الجمهور وتقول إنه هل أكو مشاكل؟ ليش التأخير؟ لأنه بصراحة التأخير صار هواي يعني كل شفترة صارت طويلة إذا أكو خلي يقولون ذول مطلوبين من رجعهم وهذول هم ميرجون يرجعون وذول رح رجعهم خلال فترة زمنية محددة وبحسب مصادر محلية في محافظة ديالا فإن المساعدات المقدمة للنازحين من المنظمات ووزارة الهجرة تراجعت بشكل كبير وأن المجاعة والأمراض فاتكت بهم للشرقي نيوز نهض الزيدي محافظة ديالا